موسيقى بحسب البشارة في إنجيل يحنى في نبوة كتير كتير مهم تمت نبوة في مزمور 22 ويحنى بيتكلم عنها بإسهاب مكتوب أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكرية قسما وأخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق ثم قالوا الجنود لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون وهذه نبوة بحسب مزمور 22 نبوة دقيقة جدا عادة الجنود بياخدوا كل ممتلكات الشخص المسلوب المسيح ما عنده أي شيء ممكن يقدمه إلا كان بس عليه الملابس اللي هو عبارة عن حذاء عبارة عن حقوين ملابس داخلية والسروال وعلى الأرجح الشال اللي بيستخدموه للصلاة لكن فيه كمان الكتاب يتكلم عن قميص وهذا شيء مهم قميص مكتوب منسوج بغير خياطة يعني كان كله قطعة واحدة من فوق إلى أسفل فطبعا لا يستطيعوا أن يشقوا فكان لازم يلقوا عليه القرعة بعض الملابس اقتروا عليها أخذوها اقتسموها وطبعا هذا القميص ألقوا القرعة وهذا اندل على شيء بدل على حرفية تتميم هذه النبوات حتى بيهتم بالتفاصيل الصغيرة طبعا بالنسبة للمسيح ذهب للصليب ككاهن وطبعا عندما يتكلم عن هذا النوع من الملابس القميص منسوج بغير خياطة هذا كان لبس الرباي وهذه قطعة على فكرة فاخرة وغالية كمان فكان لازم يلقوا القرعة لها فشيء جميل أنه بحسب نبوات العهد القديم تتكلم عن العبد المتألم والنبي المتألم اللي بيوصفه النبي شعية بكل تطقيق لكن أيضا منشوف على الصليب أنه المسيح بروح للصليب ككاهن بمثل كل الشعب كقنطرة جسر أمام الله ثم حباء ذهب المسيح إلى الصليب كحمل الله الخروف الفصح اللي أعد حتى يكمل عمل الفداء ثم المسيح ذهب إلى الصليب كملك ووضعه علا من فوق يسوع المسيح يسوع الناصري ملك اليهود فهو مات كعبد متألم كخادم كنبي وأيضا ككاهن كملك وطبعا مات كحمل الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر